مساءكم سعيد مشاهدين اهلا بكم الى النشرة الرئيسية من الاولى تتابعون فيها التزام دائم وموصول للمملكة المغربية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع وتأكيد متواصل من جلالة الملك رئيس لجنة القدس بات الموقف المغربي الدعم للقضية الفلسطينية الاعلان المشترك للمملكة المغربية والولايات المتحدة الامريكية ودولة اسرائيل خارطة طريقا للتشجيع التعاون الاقتصادي الديناميكي مع التوقيع لعدد من الاتفاقيات تهم مجالة حيوية متعددة في الحالة الوبائية لبلادنا تسجيل 2650 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي لأكثر من 425 ألف حالة مؤكدة والوفيات ل7130 حالة ورش بناء نفق الموحدين بين المشاريع البنيوية والطرقية التي تراهن عليها مدينة الدار البيضاء مشروع يعول عليه لخلق سيابية على مستوى السير والجولان بهذا المقطع الطرقي ويحضر معنا ضيفا على هذه النشرة السيد تاج الدين الحسين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا بك أستاذ أهلا بك التزام دائم وموصول للمملكة المغربية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع وتأكيد متواصل من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس على ثبات الموقف المغربية دعم القضية الفلسطينية تأسيسا على حل الدولتين وعلى التشبث بالمفاوضات سبيلا وحيدا للوصول لحل لهذا الصرع محمد رد العبيدي وحياة فخري القضية الفلسطينية قضية كل المغاربة التزام بنصرتها كان وما يزال راسخا دائما وموصولا وموقف ثابت أساسه حل الدولتين المتوافق عليه دوليا وتشبث بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للوصول إلى حل نهائي وشامل لهذا الصرع موقف تناولته رسالة ملكية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن وأعلان مشترك توج زيارة الوفد الأمريكي لإسرائيلي لبلادنا عنوانهم الأبرز دعم موصول للقضية الفلسطينية ودفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني موقف المغرب الذي أكد عليه صاحب الجلالة من خلال تواصل ينوه مع رئيس الفلسطيني موقف تابت متوازن أبدي مستمر في علاقة القضية الفلسطينية موقف يقوم كما أكد على ذلك صاحب الجلالة على حل دولتين من أجل إنهاء صراع دام بشكل طويل هذه القضية بالنسبة للمغرب هو دائما الدفاع عن حل الدولتين وكذلك المفاوضات من أجل تحصين حقوق الدولة الفلسطينية كدأبه ودأب أسلافه من قبل جلالة الملك رئيس لجنة القدس يضطلع بمهمة صيانة الهوية التاريخية العريقة لهذه المدينة المقدسة وحماية طابعها الإسلامي وحرمة المسجد الأقصى لجنة القدس التي كانت رأسها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله منذ سنة 1995 وعد ذلك جلالة الملك محمد الساديس نصره الله والتي أبانت من خلال جميع محطاتها من خلال هذه الرئاسة على أن القدس لا يمكن أن يزيد أي شخص مهما كان على حب المغرب لها وإيمانهم بقضيتها وعدم تنزلهم عنها بأي حال من الأحوال التزام ثابت بنصرة القضية الفلسطينية سيتعزز بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل معطن من شأنه خدمة السلام في المنطقة وتحسين أمنها الإقليمي لا بد أن ندرك أن هذه الإحياء العلاقات بين المغرب وإسرائيل من شأنه أساساً أن يخدم القضية الفلسطينية من شأنه أن يدعم الموقف المغربي كمفاوض دمصدقية تجاه إسرائيل وبالتالي كمفاوض يمكنه أن يدفع بالقضية الفلسطينية إلى الواجهة من أجل فرض تقاربات القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية واقع يؤكده التاريخ وحقائق لا تقبل الجدل مفادها أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً لا اليوم ولا في المستقبل على حساب نضال الشعب الفلسطيني التزام لا يوازيه سوى انخراط مغربي بناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط ويحضر معنا كما أسلفنا بداية الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس برباط أهلاً بك مجدداً دكتور المغرب يضع دائماً القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية وعمل البملكة من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبداً لا اليوم ولا غداً على حساب نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة هذا تأكيد تأكيد قوي من جلالة الملك في رسالته لرئيس الفلسطيني ما دلالة تجديد هذا التأكيد بخصوص وضوح الموقف المغربي في الصياق الحالي دكتور الحسيني هذا بتقريب مؤكد تاريخياً بحيث المغرب كان دائماً سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو في عهد محمد السادس كان متشبتاً دائماً بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لكن هذا التشبت لم يكن بالشعارات والأساليب الدعائية ولكن كان بالعمل الميداني الرصين والمنتج أقول هذا لأنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أنه في المغرب وفي مؤتمر للقمة تم الاعتراف أولاً بمنطمة التحليل الفلسطينية باعتبار الممتل الوحيد للشعب الفلسطيني ثم لا ننسى أنه بعد عملية إحراق المسجل الأقصى التي أقدم عليها بعض المتطرفين الصهاينة لاحظنا أن الحسن الثاني رحمه الله يدعو إلى مؤتمر للقمة الإسلامي كان هو بداية عد هذه المنطمة ومنذ ذلك التاريخ ومنذ تأسيس هذه المنطمة لاحظنا كيف أن الاهتمام أصبح منصباً على حقوق الفلسطينيين وحقهم المشروع في أن يكونوا دولة مستقلة قابلة للحياة وأكثر من ذلك كان الاهتمام موجهاً بالأساس إلى مدينة القدس باعتبارها ملتقى الديانات السماوية الثلاث وباعتبارها يتتجاوز هذا الإطار السياسي والديني إلى إطار أكثر شساعة وهو التقارب والحوار الحضاري بين مختلف الحضارات وبالتالي أعتقد أنه إذا كان اليوم بإمكان المغرب أن يخطو خطوة إلى الأمام في طريق بناء هذا الجسر لإقامة دولة فلسطينية فهو اليوم في مركز قوة وهذه القوة يفترض بأساس أنها ذات طبيعة اشتراطية نذكر جميعاً في أواخر التسعينات عندما فتح المغرب للإسرائيليين مركزاً للاتصال في الرباط كان درجة ثانية بعد السفارة استمر هذا المركز يشتغل أو هذا المكتب يتصل ولكن عندما قامت الانتفاضة الفلسطينية الثانية وتنكر الإسرائيليون لحقوق الفلسطينيين المتفق عليها في أوفاق أسلو آنذاك قرر المغرب أن يغلق ذلك المكتب للاتصال ولأعود من جديد للنضال اليوم هناك وسائل أخرى للعمل الدبلوماسي وهناك نموذج جديد للمجتمع الدولي الذي أصبح بمثابة قرية شمولية تتشابك فيه المصالح بشكل خطير لم يسبق له مثيل أعتقد أن اليوم المغرب له الإمكانيات القوية ليدافع عن الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من القوة وأن يعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة دكتور حسيني وضوح الموقف المغربي وما يحمله من دلالات حول مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة توازي خطوات ملموسة أعلن عنها جلال السلمالك في رسالته السامير الرئيس الفلسطيني ونتحدث هنا عن قرب دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الحادية والعيشين بالمملكة وكذلك تحيين هياكل وكالة بيت مال القدس الشغيف ما دلالت ذلك دكتور؟ الآن فعلا نتحدث عن عنصرين مركزيين فيما قام به المغرب فيما يتعلق بالعمل الميداني وليس فقط بالشعارات عندما نتحدث عن لجنة القدس فهي لجنة أسست في أوائل منتصف السبعينات وتم إقرارها بكفية رسمية في مؤتمر إسلامي إن عقد في مدينة فاس المغربية أتقل في سنة 1976 ومنذ ذلك التاريخ وعندما أسندت رئاستها إلى العاهل الراحل الحسن الثاني ثم تولى نفس المهمة منذ حوالي عشرين سنة جلالة الملك محمد السادس منذ ذلك التاريخ ونحن نلاحظ كيف أن هذه اللجنة تعمل جاهدة أولا على تنفيذ المقررات التي استخدها أجهزة منطمة التعاول الإسلامي تعمل كذلك على الاتصال بنظيراتها من الممتماس الدولية فيما يتعلق باستبيق تلك المقتضيات ولكن أكثر من هذا وذاك تعمل على حماية قدسية المدينة المقدسة وعلى عدم تدنيسها من طرف أي صهاينة المتطرفين كيفما كانت انتمائتهم وبالعكس تعمل على أن تكون هذه المدينة مدينة للسلام وللحوار بين الديانات ولإقرار الحق الفلسطيني في أن يكون جزءها الشرقي الذي لم يستعمر إلا في سنة 1967 هو أساس عاصمته للدولة الفلسطينية المستقلة دكتورة المغرب يؤكد موقعه كمنارة للسلم والتعايش وقيم التسامح ما هي الأدوار التي تلعبها مؤسسة إمارة المؤمنين في ترسيخ هذا النموذج المتفرد؟ بالتأكيد مؤسسة إمارة المؤمنين هي في الحقيقة ذات طبيعة تاريخية في التاريخ المغربي نعلم أن هذا كان منذ عهد دولة الموحدين ولكن ترسيخها بقوة في الإطار المغربي كان مع الدولة العلوية باعتبار الملك هو صبت الرسولي الكريم وباعتبار أن دور أمير المؤمنين لا يقتصر على الجوانب الدينية المحضة ولكن كذلك لبعد سياسي وبطبيعة الحال أمير المؤمنين إذا كان يقوم بهذه المهمة في إطار شمولي فهو كذلك يركز على حماية ليس المؤمنين فقط المنتمين للديانة الإسلامية ولكن المؤمنين من كل الديانات السماوية الثلاث وهذا المفهوم الجديد الذي أعطيه لإمارة المؤمنين كانت له آثار طيبة في فتح حوار مهم جدا مع الكنيسة الكاثوليكية كانت له أهمية قصوى في فتح حوار مع الأحبار اليهوديين كانت كان أهمية كبرى في جعل الإسلام أساسا للحوار وأساسا للتعاون بين الشعوب وأعتقد أن هذا النمط الذي أخذه المغرب جاء من جهة لدعم المذهب المالكي كأساس للديانة الإسلامية في المغرب وكذلك العقيدة الأشعرية وأكثر من ذلك محاربة التطرف وقد لاحظنا أن هذا الدور الذي تلعبه إمارة المؤمنين على مستوى التطرف قد تكرس بقوة منذ قيام الثورة الإيرانية وظهور النظام المتطرف لآية الله الخميني منذ ذلك التاريخ والمغرب يحاول أن يقوم بهذا الدور في هذه المنطقة من العالم رعاية لمصالح ليس فقط المغاربة في حدداتهم ولكن لمسلمي الشتات الموجودين في قلب أوروبا الغربية وحتى في الولايات المتحدة واليوم أعتقد أن هذه المدرسة التي فتحها المغرب بفضل إمارة المؤمنين أصبحت لها توجهات شاسعة سواء في غرب إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء أو في كل البلدان المتقدمة كذلك في الشمال سواء فيما يتعلق بدور أئمة المساجد في التوعية بمخاطر الإرهاب في نشر تعليم الإسلام السامحة المعتدل ونا شخصيا كنت في لجنة الشخصيات البارزة لمنطمة التعاول الإسلامي وكانت الإهداف دائما تركز داخل هذه اللجنة على نشر مثل الإسلام المستنير هذا الإسلام المستنير الذي يعمل على مكافحة كل غلو وتطرف ولكنه في نفس الوقت يبعث الأمل بالقضاء على ما يسمى بالتطرف كذلك من جانب سواء الأوروبيين أو الأمريكيين أو غيرهم فيما يتعلق بربط الإسلام بالإرهاب وهذا كان دور مهم لعبة هذه اللجنة وأدى إلى عدة نتائج إيجابية على هذا المستوى الدكتور تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط لك جزيل شكر على كل هذه الإضاءات ومشاركتك معنا في النشرة الرئيسية شكرا جزيلا لك الأعلان المشترك للمملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل تضمن عدة محاور من بينها تشجيع التعاون الاقتصادي الديناميكي مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات متعددة كالطيران وتدبير المياه وتحفيز الاستثمار ليلى عصلي عدر حمزيان دينامية مطاردة تشهدها العلاقات بين الرباط واشنطن ومصار النموذجي من التعاون والتحالف اتفاقيتين تعاون دات أفاق وعدة وقهت المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية الاتفاق الأول هو مذكرة التفاهم مع الشركة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية وتنص على تقديم دعم مالي وتقني لمشاريع الاستثمار أما الثاني فهو عبارة عن إعلان نوايا بين حكومتي البلدين الحليفين بخصوص المبادرة الأمريكية ازدهار مجهودة ترنو توسيع الاستثمارات الأمريكية بالمغرب وتعزيز دوره كقطب اقتصادي بإفريقيا الغطاء الجيوسياسي اليوم يوفر بطبعة الحل دفع قوية وقوية جدا الغرض منه والهدف منه تمكين المغرب من فرص استثمارية أمريكية بمنطقة رابح رابح والهدف أيضا بالنسبة للمغرب هو تتمين المكتسبات التعاقدية لأن المغرب هو البلد الوحيد في القارة الأفريقية الذي وقع اتفاقية لتبادل الحر مع الولايات المتعدل الأمريكية وبالتالي فله جميع الأطر والإطارات من أجل تتمين وتدعيم ويعني جعل هذه العلاقات في خدمة البلد نصت الاتفاقية الأخيرة على إنشاء قنصرية ذات مهمة اقتصادية بالدخلة ومن شأن هذه القنصرية تلعب دورا هاما في استدراج الاستثمارات الأمريكية لتساهم في تطوير الأقاليم الجنوية المغربية أربع اتفاقيات وقعت المملكة المغربية ودولة إسرائيل وتهم مجالات متعددة من بينها الطيران والابتكار وتطوير الموارد المائية إلى جانب المالية والاستثمار نصت الاتفاقيات على تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية أولا المسائل تطوير تسيير المياه بحيث أن المغرب الاستراتيجية على المدى المتوسط والمدى الطويل في تدبير المياه وأيضا هناك اتفاقيات في الميادين الاقتصادية والتكنولوجيا للتعاون في عدة قطاعات منها قطاع الفلاحة وقطاع الصناحة وقطاعات أيضا الحديثة كالاتصال المغرب وبحكم موقع الجغرافية الاستراتيجي يفرض نفسه كبوابة نحو العمق الإفريقية والافتتاح المرتقب للقنصلية الأمريكية بالدخل من شأنه تعزيز المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة أقاليمنا الجنوبية وقاراتنا الإفريقية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية شركة وتعاون كبير في مجالين استراتيجيين هما التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وقد لعب المغرب دورا فاعلا في تطوير هذه الشركة لتعزيز الأمن سواء بشمل إفريقيا أو في إفريقيا عموما حفظ هواري ومحمد النصري التعاون المغربي الأمريكي العسكري هو تعاون بين الشركين استراتيجيين هذا التعاون يتجسد في خارطة الطريق التي رسمت للعشر سنوات المقبلة والتي تمتد إلى غاية 2030 مناورات الأسد الإفريقي وهي أضخم مناورات بالقرى الإفريقية منذ 2007 وهناك كذلك البعد الإفريقي الحاضر في هذه المناورات التي تشرك فيها كذلك قيادات إفريقية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والمغرب كذلك حاضر في هذا التعاون سواء في المجال التعاون العسكري البحري من خلال مناورات فيليكس أو كذلك من خلال مناورات العسكرية لمكافحة الإرهاب من خلال فلينتوك المغرب أيضا شريك للولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص مكافحة الإرهاب فالعلاقات التي تربط الوكالات الأمنية الأمريكية بالأجهزة الأمنية المغربية وثيقة ومتطورة هي شراكة قوية جدا ومتينة تعتمد فيها الولايات المتحدة الأمريكية على خبرة وتجربة وكذلك نجاعة وفعالية الأجهزة الأمنية المغربية التي استطاعت أن تطور بشكل مشهود به عالميا مدرسة مغربية استخباراتها عالمية في إطار العديد من الاتفاقيات لمكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة العابرة للحدود أكد المغرب حضوره بقوة في هذه الشراكة المغربية الأمريكية المتينة على امتداد التاريخ شكل اليهود مكونا أساسيا للهوية المغربية اليهود المغرباء ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وهو ما يشكل مفخرة لهم بالانتماء لهذا الوطن أمين علام المعتصم باللهب عزوي وعبد الحنين اجمعي إلى هذا الكنيس العريق والواقع بحي جليز بمدينة مراكوش يصل فريدريك ميارا وزوجته وطفلتهما الصغيرة لأداء الصلاة وهو الذي التحق بمدينة مراكوش سنة 2010 في هذا الكنيس احتفل بزواجه ويحرص على زيارته كلما سمحت الظروف لذلك للتعبد وأداء طقوسه الدينية وإحياء الاحتفالات التي تخلدها الطائفة اليهودية بالمدينة الحمراء في أمن وأمان يوفر لهذه الطائفة الأجواء المناسبة ليعيش حياتهم الطبيعية كما عاشها من قبل آباؤهم وأجدادهم لدينا أصدقاء من مراكوش من جميع الأصول وجيراننا أكثرهم مغاربة وأغلبهم مسلمون نتشاركوا منذ سنوات الأطباق نرسل لهم ونستقبلوا منهم بشكل ناسيادي بفضل الله نعيش وأوقات ساعد هنا بمراكوش فيما يخص الحياة هنا لدينا كل ما نحتاجه مجمع رائع وطائفة جد متسامحة إلى جانب فريدريك وأسرته يتوافد على هذا الكنيس العديد من اليهود المغاربة لأداء الصلاة وإشعال الشموع والدعاء بدوام الأمن والاستقرار لهذا البلد الذي احتضنهم تختلف قصص منشأ كل واحد منهم لكن يجمعهم حب الوطن والاعتزاز بالقواسم المشتركة التي وثقت على مدى التاريخ علاقاتهم بالمغاربة المسلمين تحلقت جهة ورززات تديلين ورززات وعيش في المغرب وما كنت كان صدق من لي كنت في إسرائيل قبل كوني يهودي أنا مغربي وهذا ما أقوله دائما روابط الأخوة تجمعنا بالداخل صورة للمالك حفظه الله وصورة أخرى أعلقها حتى في بيت العائلة بمدينة موريال لكي أعبر عن حبي لهذا البلد ولناسه على مر التاريخ شكلت المملكة المغربية فضاء مناسبا للتعايش بين المسلمين واليهود في احترام تام لخصوصيتهم ووفرت الحماية اللازمة لأماكن العبادة والمزارات التي يحج إليها سنويا مئات اليهود من مختلف أنحاء العالم مفتخرين بأصولهم المغربية وبانتمائهم لهذا الوطن واللحظة نتابع تصريحات عددا من أعضاء الجالية اليهودية المغربية بالخارج سعيد جدا بهذه الاحتفالية هي بداية لعلاقات مثمرة ومتميزة وأرى فيها تقدما كبيرا من أجل السلام والازدهار في الشرق الأوسط وحيي شجعة جلالة الملك محمد السادس من خلال عمله الدؤوب يواصل دعم التعايش بين المسلمين واليهود وتاريخ اليهود بالمغرب فريد ومميز وملك المغرب حموا دائما الجالية اليهودية وعملوا على تنميتها وتحقيق إشعاعها ما يحدث يسير في استمرارية طبيعة الأشياء السؤال الذي أطرحه على نفسي دائما هو ما الذي يجعل الجالية اليهودية المغربية بالخارج تحافظ على ارتباطها القوي مع المغرب اليهود المغربة دائما حافظوا على ارتباطهم القوي بالمغرب من خلال الموسيقى والطهي والتقاليد المغربية سواء في فرنسا والمغرب أو كندا وبالتالي توقيع اتفاقية بين المغرب وإسرائيل ما هو في الحقيقة إلا استمرار لهذا الارتباط ما سيسمح بعودة مئات الآلاف من اليهود المغاربة للمغرب وللجدور القوية وللذاكرة المشتركة روحي وقلبي يستمتعان بالأحداث السعيدة والمتمثلة في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كل صحراء وكذا بقرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل أعتقد أن المغاربة كل المغاربة 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 المسلمون واليهود وأبناؤهم وأحفادهم جد سعداء وتم تكريمهم من طرف جلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بالمبادلات الجيل الجديد سيكون في مستوى التعاون مع المغرب فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة لم نقتع علاقاتنا مع المغرب اليوم يتم استئنافها فقط أنا سعيد جدا العلاقة بين المغاربة المسلمين واليهود دائما متميزة وأنا متفائل جدا أدعو لجلالة الملك بالصحة وطول العمر وأتمنى أن تكون سنة 2021 سنة سلم وأمان عاش المغرب طبعا نحن جد سعداء بقرار استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية والحوار المفتوح من جديد الذي في الحقيقة ما كان له أن يتوقف الجالية الأكثر عددا في إسرائيل تنحادر من المغرب وعليه فحبهم للمغرب وجلالة الملك مطلق وبدون قيد حبنا للمغرب يفوق خمسين سنة وروحي لا تزال مغربية أنا ممتن جدا لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس على هذه المبادرة والتي تجسد بأسمى معاني الاعتزاز تعدد روافد هويتنا المغربية نحن نعيشها اليوم أكثر من أي وقت مضى في سلام تام أود كذلك أن أعبر عن امتناني للديبلوماسية المغربية على جهودها الدؤوبة منذ سنوات لإنجاح المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والجلوس إلى طاولة الحوار ولدي قناعة راصخة بأن خطوات الدبلوماسية المغربية ستعزز لا محالة من فرص السلام وإقناع الجانبين للسئنا في المفاوضات في حقيقة الأمر هي نتائج لسيرورة ممتدة في الزمن تشمل مجالات عددة الموسيقى والطبخ والموضة ولا ننسى مجال السياحة منذ سنوات هناك عشرة الآلاف من السيح الإسرائيليين الذين يزورون المغرب والذي يوفر لجاليته اليهودية فرصة التنقل بكل حرية وأمان وكذلك زيارة مقابر أسلفهم ولا ننسى كذلك مجال السينما إشادتون بما تحقق في قضية وحدتنا الترابية وعرض حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19 والاستعدادات الجارية لتنزيله محاور مدرجة في شدوى لأعمال مجلس الحكومة المنعقد اليوم بثقنية المناظرة المرئية هدام سهل محمد ونينة وعبد الرحيم في لول مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تميز بكلمة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني جدد من خلالها التأكيد على أهمية التحولات الكبرى التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وشدد على أهمية التعبئة الوطنية حول قضية الوحدة الترابية منوها في الآن ذاته بمصاري الدبلوماسية المغربية ونجحتها أشار السيد رئيس الحكومة إلى الرسالة التي وجهها صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله أمس الأربعاء 23 دجمبر 2020 إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازين رئيس دولة فلسطين والتي أكد من خلالها مرة أخرى على توابط المغرب في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الطابع الخاص والإسلامي للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى وضمن إفادة تقدم بها وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ثم التذكر بالمكاسب الكبرى التي حققها المغرب بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله على عدة مستويات الإفادة تناولت أيضا أهمية الاتفاقيات الموقعة مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي في اتجاه تعزيز العلاقات في عدة مجالات أهمها الابتكار والطيران المدني والاستثمار أكدت الحكومة بجميع مكوناتها تتمينها ودعمها المطلق لجهود جلالة الملك المذكورة وما تحقق من مكتسبات وعزمها على أجراءة ما تمخض عنها من قرارات وإعلانات واتفاقيات إسرى ذلك تبع المجلس عرضا حول البرنامج الوطني للتلقيح ضد كوفيد-19 وتنور الفئات المستهدفة التي يبلغ عددها 25 مليون نسمة بحيث ثم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين لهذا الغرض كما أشار العرض الذي تقدم به وزير الصحة إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح والتي بلغت مراحل متقدمة توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل محطات لمعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين بهدف تدريب الأطر المعبئة في عملية تلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال تنزيل فعل البرنامج الوطني للحملة وقد تمت مراعاة عوامل عدة في تحديد محطات تلقيح أهمها القرم المواطنين بعد ذلك تدرس المجلس وصدق على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الليين ومشتقاته ابتداء من فاتح يناير 2021 إلى غاية الـ 31 من ماي المقبل إترى ذلك تدرس المجلس مشروع مرسوم يهم الترخيص والتصريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة وفي ختم أشغاله صدق المجلس على سبع مقترحات تعيينات في مناصب عليا تبقى لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور عقد وزير الداخلية والوزير المنتدب لقأن عن بعض مع الولاة والعمال ورؤساء المجلس المنتخبة بكل من جهة العيون الساق الحمراء واجهة الداخل وادي الذهب واجهة قلميم واتنون شكل هذا اللقاء فرصة للتداول بشأن التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الترابية للمملكة خاصة على القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل منطقة الصحراء المغربية واعتزامها افتتاح قنصلية بمدينة الداخلة للمساهمة في دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية بالمنطقة فضلا عن التطرق لحاصيلة المشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة وفي هذا الصدد أبلغ السيد وزير الداخلية عطف ورد صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي يليه لرعاياه الأوفياء ساكنة الأقاليم الجنوبية والتي ما فتأت تعبر عن تلاحمها المتينة وارتباطها القوي بالعرش العلوي المجيد على مر تاريخ المغرب كما وجه تحية تقدير لساكنة الأقاليم الجنوبية ولكل شيوخ القبائل ولجميع المنتخبين بهذه الأقاليم العزيزة الذين ظلوا جسدا واحدا ملتفا حول رموز المملكة ووحداتها الترابية وأكدوا في جميع المحطات تشبثهم بثوابت المملكة وبوطنيتهم الصادقة من جهتهم أجمع رؤساء المجالس المنتخبة في تدخلاتهم خلال هذا اللقاء على الإشادة والاعتزاز بوجاهة الاختيارات الاستراتيجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال ملك محمد السادس نصره الله وأيده واستعدادهم للمساهمة كل من موقعه في إنجاح هذه المرحلة وفق عقلية جديدة بإمكانها مواكبة النقل النوعية التي ستعرفها المنطقة التي أضحت اليوم منصة دولية وحاضنة للتنوع الاقتصادي والتنوع الثقافي ووعيا بإكرهات المرحلة وما تقتضيه من حاجة إلى التعامل مع الواقع الجديد بمقاربات جديدة قوامها التنمية الشاملة كأولوية استراتيجية وفي أفق تأهل المنطقة لاحتضان الجيل الثاني من المشاريع التنموية فقد تم التأكيد على أن الدولة عازمة على المضي بثبات في مواصلة تنزيل نموذج تنموي واعد وذلك من خلال برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة ستة عصر ألفين واحد وعشرين وألفين الذي أصبح الآن واقعا ملموسا من خلال المستويات المتقدمة لنسبة إنجاز المشاريع حيث أن ميزانية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز بلغت ستين مليار درهم أي حوالي ثمانين في المئة من إجمالي الميزانية المخصصة لهذا البرنامج التنموي تدخل الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا حيث تطبيق يومها الثاني لتطويق الوباء والحد من انتشاره إجراءات ستتواصل على مدى ثلاثة أسابع الصورة من الدار البيضاء مع أمين هنناوي وسوفيان إبراهيمي قبل حلول الساعة الثامنة ليلا تشرع السلطة المحلية بعملة مقاطعة أنفا بالدار البيضاء في تتبع مدى تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وأيضا إشعروا أرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالإجراءات الجديدة التي ستطبق لمدة ثلاثة أسابع الإجراءات الاحترازية الجديدة تم اتخاذها بناء على توصيات اللجنة العلمية لتعزيز إجراءات الطور الصحية والتصدي لانتشار هذا الوباء لدينا مقهى ريستو ولينا نخدم مقهى بالنسبة لريستو نديره ليف غيزان وبالنسبة لنا للقارئ زي ما هو مزين بالنسبة لنا نقدرون نتجوج بهذا الخاطر هذا ومناسبة لنا باش نديرو لهذا التلقيح بالنسبة لنا تحناية بالنسبة للمطاعم قالوا لك را غادي سدوهم احنا مع هذا القرار هذا إلا كان نزعمه في الكل ماشي مشكل وبالنسبة للمقاهيرا غادي بقوخة دامين وهت لذات السمات سعلا غايدوزو في سع وهتكون سعلا بالنتيزة كبيرة وتنسكر السلطات المحلية والأمنية والصحي على العمل جبارني داروا به من أبرز هذه الإجراءات الإغلاق الكلي للمطاعم بمدن الدار البيضاء مرى كش أقادير وطنجة مع الإبقاء على خدمات التوصيل وأخذ الطلبات بالإضافة إلى منع الحفلات وتجمعات العامة والخاصة قرار بالنسبة لنا على صواب بالنسبة للحكومة وبالنسبة للدولة لأنهم مئة بالمئة يقضون القرار نتيج على واحدة للإنديكاتور ولا واحدة العوامل اللي هما تابتة بالسامح أنك تزاول للمقاهرة كنظن أنه الرقم معاملات غادي ينزل خاص تحمل المصاريف البرسوني لهم وتحمل الإجراءات الاحترازية الجديدة التي سيجر العمل بها لمدة ثلاثة أسابيع ستشمل أيضا حضرة تنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسع ليلا إلى الساعة السادسة صباحا مع الإبقاء على جميع التدابير المعلن عنها سابقا وفي جديد الحالة الوبائية ببلادنا علنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد و2833 حالة شفاء و44 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وللحديثي أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدار البيضاء البروفيسور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية لتلقي حدد كوفيد-19 أهلا بك بروفيسور مساء الخير وشكرا على الاستضافة مرحبا كيفما تبعتم معنا بروفيسور اليوم الثاني على التواليك نعيشه أجواء إجراءات الاحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا واللي غادي التواصل طيلة ثلاثة أسابيع شنه هي الأهمية دي لهذه الإجراءات في وقف الانتشار دي الفيروس هذه الإجراءات اللي قمت بها والعلنت عليها الحكومة فهي إجراءات مهمة نحقش شننا بأنه الانتشار دي العدوى مزال كين وكذلك اللي خصنا واحد جوج دي المقايز اللي خصنا رضوهم البال هما العدد دي الناس اللي كنين بالإنعاش اللي بقي كبير والعدد كذلك دي الوفيات أنتما تتشوف 44 وفات ولهذا هذا الإجراء فهو مهم باش نحافظوا خصوصا على الفئات الهشة اللي عندهم اكثر من 65 سنة واللي عندهم أمراض مزمنة كارتفاع الضغط كالسكري واللي هما اللي تشكلوا الحيز الكبير من الناس اللي كنين بالإنعاش وكذلك هذا الإجراء هذا غادي يجعل أنه العدد دي الإصابات ينزل باش يمكن لنا نبدعوا العملية دي التلقيح في أجواء أحسن وما تكونش واحد الدرك على المنظومة الصحية دينا بروفسور تفضل بالبقاء معنا سنعود إليك بعد الاستباع لأسئلة البواطنين سمعنا اليوم دخلت أول شو احنا من اللقاح وش بالصح ولا لا كيفاش غادي تم تسجيل الأشخاص اللي غاديستفدوا من تلقيح وش يمكن نحيضوا الكمامات مباشرة بعد الإنشاء من حملات تلقيح أو خاصة من تسناو الحملات النشاية في جميع الدول مادام الأجواء تكون مفتوحة نرفرق باللقاح نعود إليك بروفسور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19 أسئلة كتيرة كيتحرحها المواطنين في هذا الإطار نبدأوا معك بسؤال تتقول فيه مواطنة بأنها سمعت باللي وصلت أول دفعه من شو حنة اللقاح وش بالصح ولا لا لا المواطنين خلتم يعرفوا بأنه فاش غادي وصل اللقاح فغاديتتعلن عليه رسميا من الجهات الرسمية لحد الساعة ماذا ما وصل حتى اللقاح ولكن كما شرتولي في المقدمة فهناك تداريب باش كل شي يكون مقد إذن هدو اليوم كانت تداريب ماشي الوصول ديال اللقاح وإن شاء الله اللقاح هذي وصل في الأيام القليلة والحكومة وكل شي الأطور ولا الوزارة الصحة ولا الوزارة الداخلية ولا الأمن ولا الدراك ولا القوات المساعدة ولا القوات المسلحة ولا الأطباء في جميع القطاعات فهما موجودين باش عير يجي اللقاح ونبدأ تلقيح ديال المواطنين والمواطنات اللي عندهم كتر من 18 سنة بداية بالأطقم الصحية بالأطقم ديال الأمن وديال التعليم وكذلك الناس اللي عندهم كتر من 65 سنة واللي عندهم أمراض مزمنة بروفيسور كيفاش غطب عملية تسجيل الأشخاص اللي غادي يستفدوا بالتلقيح العملية ردرت واحد لبلتفورم وزارة الصحة وره بدأت تسجيل وكذلك وزارة الداخلية فهي تعمل مع وزارة الصحة والعملية ره غادي مزيان وان شاء الله كل شيء غادي يدوز مزيان علاش لحقاش المغرب عنده واحد جريبة عالية في ميدان تلقيح وما ينسوش المغربة بأنه الحكومة ووزارة الصحة 11 مليون نسمة ضد بوحمرون والحوميراء في 2011 في ظرف شهرين إذن إن شاء الله غادي يلقحوا هذا العدد 80% في ظرف ثلاثة أشهر باش تمكنوا بشوية بشوية من رجوع الحياة العادية دينا باش الاقتصاد دينا تهويتعفو بروفسور مواطن كيتسأل واش نقدر نحيد الكمامات مباشرة بعد انتهاء حملة تلقيح ولا خاصنا نتسنو حتى تسلي الحملة في جميع الدول مدام الأجواء غادي تكون مفتوحة لا أولا وقبل كل شيء سيعرفون الناس بأنه تلقيح في اللقاح الأول بالنسبة اللقاح الصيني بارس كوتا هذا سؤال كين اللقاح الصيني اللقاح الأول مبعد ثلاثة ديال السيمانات 21 يوم الجرعة الثانية وخصنا تسلنا أربعات الأسابيع باش يكون تكوين ديال المضادات الحياة إدن هذا غادي تكون عبر مراحل خصنا حتى نوصله نفوته داك 60% ديال الساكمين ديال المغرب اللي عنده أكثر من 18 سنة باش تكون عندنا مناعة جماعية وإدك عادة نقدرون نقوله بأننا نتهنو إن شاء الله من هاد الكمامة اللي بغي يحيد فالكمامة هي معنا دابة حتى للصيف إن شاء الله ولكن خصنا نبقى مأكدين على التدابير الاحترازية فهي اللي غادي تخلي باش ما يطلعوش للإصابات واللي غادي تخلي باش المنظومة الصحية ديالنا تبقى شده وما تنهرش مواطن آخر كيتسأل بروفيسور شنو هو الفرق بين لقاح سينوفارم وأسترازينيكا اللي شراه المغرب واش عنده من نفس المفعول لا المفعول راه المفعول كي مشارط لي المنظومة للصحة العالمية فالم المفعول تختلف من اللقاح اللقاح مثلا أسترازينيكا راتتت على المفعول ديال 70% سينوفارم تتدر على المفعول ديال 86% فيزر على المفعول ديال 94% المضيرنا على 95% وحنا كذلك غد يكون واحد تتبع باش نشوفوا على أرض الواقع احنا برأسنا اشنو هو المفعول قصة يعرفون الناس بأنه هذا أولا اللقاح اللي اللي غد نديره وكينين التجاريب اللي طهرات على الأمن دياله وكذلك التجاريب اللي جعلت باش يتعطى باش التصنيع المنظمة الصحة ديال العالمية هتكون خصة على الأقل تكون واحد نجعل اللي فيت 50% وهذا اللي قاعد كلهم فيتين هذا العدد باش يمكن لنا نوصلوا كما قلنا لذلك المناعة الجماعية ولكن اللي غد يكون التحليل عندنا باش نعرفوا حتى احنا في المغرب فين وصلات اشنو هي النجاعة اللي عندنا بالنسبة للمواطنين آخر سؤال بروفسور واش يقدر يدخل الفيروس جديد للمغرب لا هنا ده بخص يعرفو الناس بانه ماشي بحلف اللي كان بدا فيوان وما كناش عارفين اش واقع فهنا كينين ده بولت فشة تبان شي عاجة جديدة تيكونوا احتياطة الاحتياطة اللي وقعوا انه في العرو وبان هاد الفيروس في افريقيا الجنوبية وكذلك في بريطانيا فقط تقطعت العلاقات البرية والجوية والبحرية مع مع بريطانيا وكما احنا في المغرب ما عندناش لحد الساعة بارسكو كين تتبع هاد الفيروس كما شرط فرنسا بانها ما عنداش هاد الفيروس قص يعرفو المواطنات والمواطنين بانه هاد الفيروس ديال كوفيد 19 كين واحد العلماء قصوا يكون عندهم واحد تواضع لحقاش كل نهار تنعرفو شي حاجة جديدة وليحد الساعة اللي عرفو الناس بانه هاد الفيروس جديد فهو معدي اكتر ولكن ما عندوش شراسة اكتر وكذلك فاللقاح فهو لقاح ناجع فيه بروفسور ساعد عفي فعوض واللجنة العلمية لتلقى حدد كوفيد 19 لك جزيل شكر على كل هذه التوضيحات والاجابة عن تساؤلات المواطنين كنت معنا مباشرة من الضرب بيضاء مجهودات حثيثة تبدلها المديرية العمل الامن الوطني لضمان امن وسلامة المواطنات والمواطنين ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالامن بالمملكة حصلة عمل سنة الفين وعشرين يستعرضها لنا المهدي محب في الشاشة التفاعلية اهلا بكم المديرية العمل الامن الوطني عالجت خلال سنة الفين وعشرين ما مجموعه ثمانمائة وواحد وخمسين الف وثلاثمائة وثلاثين واربعين قضية زجرية تم استجلاء حقيقة ثمانمائة وسبعة عشر الف ومائتين وتسع وخمسين قضية منها وذلك بزيادة تناهز ثلاثة وثلاثين بالمئة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة الفين وتسعة عشر المديرية العامة للامن الوطني سجلت انخفاضا واضحا في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة حيث تم تسجيل تراجع بنسبة ثلاثين بالمئة في القضايا الماسة بالممتلكات وناقص أربعة فاصلة اثنين وسبعين بالمئة في القضايا الماسة بالأشخاص وناقص اثنين وعشرين بالمئة في القضايا المالية والاقتصادية وبالتالي عرف معدل الزجر أي نسبة حل الجرائم تطورا ملحوظا ناهز ستة وتسعين بالمئة أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف فقد شاهدت سنة الفين وعشرين توقيف سبعمائة وتسعة وسبعين شخصا يشتبه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به وتوقيف أربعمائة وستة وستين منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم بمئة وثلاث وعشرين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية علاوة على توقيف تسعة ألاف ومئة وتسعة وسبعين مرشحا للهجرة غير النظامية من بينهم ستة ألاف ومئة واثنين وستين من جنسيات أجنبية وحجز ستمائة وثيقة وثيقة سفر أو سند هوية مزورة وفيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات تشير حصيلة مصالح الأمن الوطني إلى أن عددهم بلغ سبعة وتسعين ألف وخمسمائة وأربعة وستين شخصا مسجلة نسبة تراجع بلغت ثلاثة وعشرين بالمئة مقارنة مع سنة المنصرمة فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة وبخصوص باقي أنواع الجرائم فقد أحالت الشرطة القضائية تابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة واحد وعشرين شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف وثلاثمائة شخص في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنت ومائتين وواحد وثلاثين مائتين وخمسين قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول أما فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لضمان فرض حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي وباء كوفيد تسعة عشر فقد تم تنصيب مائة واربعة وخمسين سدا قضائيا بمختلف المحاور الطرقية الرئيسية بالمناطق الحضرية والمدارية مدعومة بأكثر من ألف وستمائة وتسعين نقطة ثابتة ومتحركة لمراقبة التنقلات الاستثنائية وتسهيل حركة البضائع والمواد الأساسية كان يعمل بها خمسة ألف وستمائة وثمانية وخمسين موظفا للشرطة تمت تعبئتهم للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة التراب الوطني من حجز طن واربعين كيلوغرام من مخدر الشيرة وإيقاف ثلاث مشتبهين في ارتباطهم بالتهرب الدولي للمخدرات أمين الناوي وأحمد حمري بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من حجز كمية هامة من مخدر الشيرة بلغ وزنها طن واربعون كيلوغرام وتوقيف ثلاث مشتبه بهم كانوا على متن سيارتين كما تم العطور خلال هدي العملية على أسلح بيضاء جرعات من الكوكايين وأقراص مهلوسة بالإضافة إلى ست لوحات ترقيم مزورة تم إيقاف ثلاثة دي الأشخاص متن جوج سيارات محملة بكمية من مخدر الشيرة اللي بعد الوزن تبين بلغ أن الكمية محددة في طن طن واربعين كيلو هذ الأشخاص تبين أن أحدهم بحوث عليه من قبل مصالح الدارك الملاكي بخصوص نفس الفعل الجرمي هذ العملية النوعية كانت بتنسيق مع مصالح دي الدارك الملاكي اللي كان قدمه واحد المساعدة في إيقاف هذ المعنيين وقد جرى اعتراض مصاير السيارة الأولى على مستوى الطريق الوطني رقم تسعة فيما جرى توقف السيارة التانية بأحد الأحياء المدارية بالعاصمة الاقتصادية بعد أن لاد سائقها بالفرار وتم الاحتفاظ بالمشبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة ونبقى بمدينة الدر البيضاء ورش بناء نفق الموحدين من بين المشاريع البنيوية والطرقية التي ترهن عليها المدينة مشروع يعول عليه لخلق سيابية على مستوى السير والجولان بهذا المقطع الطرقي فاتحة أمغار ومصطفى وأنت البنيات التحتية الطرقية بالعاصمة الاقتصادية تعززت ببناء نفق أطلق علي اسم الموحدين مشروع يمتد على مساحة تزيد عن كيلومترين انطلاقا من مارينا مرونا بشار الموحدين لينتهي في مدار الزلقة هذا المقطع هذا كان يشكّل سوداء ولهذا تختارنا يدر فيه هذا المشروع وهذا المشروع تعتبر على واحد النفق اللي طول تقريبا نشوش ديال الكيلومتر تقريبا من أكبر الأنفق اللي كتدر اليوم في المغرب واللي التكلفة دياله كتبلغ 820 مليون ديال الدرهن 82 مليون 82 مليون سنتيم المخطط هو أن ان شاء الله في منتصف سنة 2021 غادي يكون جاهز ان شاء الله للاستعمال كافة المعايير دولية فطاقة للسعابية تفوق 45 مركبة يوميا مما سيخلق سيابية في السير والجوال تتكون من الممرين في كل الاتجاه بطبيعة الحال هو مزود بكافة المعدات والأجهزة من حماية ضد الحرائق من مراقبة من تشوير إلكتروني من يعني كافة المعاييرات والأجهزة لضمان سلامة للمستعملين والأضل لراحة السائخين نفق الموحيدين باتت تظهر معالمه الهندسية جلية تنبئه باقتراب نهاية الأشغال به لكي يفتح قريبا في وجه حركة السير بالعاصمة الاقتصادية ونختم بالميدان الرياضي حيث ضامن المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من عشرين سنة مقعدا له في نهائيات كأس أمم إفريقيا بموريتانيا 2021 وذلك بعدما تعادل بهدف لمثله أمام منتخب ليبيا بالملعب الأولمبي بتونس محمد بنتركة بعد فوزه على المنتخب الجزائري في أولى المباريات وتعادله أمام منتخب البلد المستضيف تونس اكتفى منتخبنا الوطني لأقل من عشرين سنة بتعادل أمام منتخب ليبيا الدقيقة الواحدة والثلاثون سيتمكن اللاعب أسامة تيرغلين من افتتاح باب التهديف للمنتخب الوطني من نقطة الجزاء لينتهي المشهد الأول مغربيا لكن مع مطلع الشوط الثاني منتخب ليبيا سيعيد اللقاء إلى نقطة الصفر بعدما عادل اللاعب محمد خليل نتيجة اللقاء مقابلة صعيبة لأنه كيفما كان عارف بحالة المقابلات كيكونوا ديمات في بيج اللاعبين الدول اللي كان خاصه يتأدى كانوا ديسيبليني رغم عنه العياء لأنه كيفما كان عارف ثلاثة المقابلات بس لبعهم متابعين فكنظن بأنه بينوا اللاعبين اللي يمع له أحقية الحمل القميص الوطني ورغم هذا التعادل الإيجابي بين المنتخب الوطني ونظره الليبي ضمن المنتخب الوطني لأقل من عشرين سنة مقعدا له في نهائية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المزمع تنظمها السنة المقبلة بالشقيقة موريتانية بعدما قدم عروضا مميزة وكان منتخبا لافثا للأنظار هنيئا لأجبال الأطلس بهذا التأهل وختاما مشاهدين تذكير بأبرز محطات الخبر للنشر الرئيسية لهذا المساء التزام دائما وموصول للمملكات المغربية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتأكيد متواصل من جلة الملك رئيس لجنة القدس على ثبات الموقف المغربي الداعم للقضية الفلسطينية الأعلان المشترك للمملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل خارطة طريق لتشجيع التعاون الاقتصادي دينماكيب مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهم مجالات حيوية متعددة في الحالة الوبائية للبلادين تسجيل 2650 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا يرفع العدد الإجمالي لأكثر من 425 ألف حالة مؤكدة والفايات إلى 7130 حالة ورش بناء نفق موحدين من بين المشاريع البنيوية والطرقية التي ترهن عليها مدينة الدار البيضاء مشروع يعاول عليه لخلق سيابية على مستوى السير والجولان بهذا المقطع الطرقي نهاية النشرة أشكر بقاءكم معنا أطيب الأوقات على الأولى